الاهلي بيستقنى في تدريباته استعدادة لمواجهة بطل نايجر في 16 اكتوبر الجاري النهاردة بتستقنى في التدريبات زي ما حضراتكم شايفين وحتى رصة الملعب مختلفة تحسوا ان اللعيبة يعني مركزين او كل حاجة ولكن التعب اللي بيكان بيبقى باين عليهم هتلاقوه قل شوية الحاجات دي اللي اللعب كرة حيفهمها او اللي يعني دايما متابع لكرة القدم وبسم الله من شاء الله كل جمهور ندل قلي متابع لكرة القدم حيفهم ان اللعيبة تحس ان هي اكثر اريحية من الفترة اللي فاتت حتى لو بتتمرأ كل يوم ولكن الضغط قل شوية الضغط الزهني كمان قل شوية وبالتالي الامور ماشية بشكل جيد جدا 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 موسيماني بيجتمع زي ما حضراتكم شايفين مع معاونيه دائما بيجتمع بيتسو موسيماني مع معاونيه لشرح شكل التمرين والدنيا هتبقى ماشية ازاي وحنعمل ايه خلال الفترة القادمة وبرستاو يبدأ المشاركة التدريجية في التدريبات بتقوله ايه يا جماعة برستاو بيبدأ المشاركة التدريجية في التدريبات مش برستاو ده اللي كان عنده اصابة مزمنة مش برستاو ده الاول ما جه عادنا بعد ما لا يشجع النادي الاهلي فضلوا يقولوا عليه كذا وكذا 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 واصابة مزمنة واصابة مش عارف ايه واصابة ايه دلوقتي بيرستاو بيبدأ التدريبات بشكل تدريجي وده اللي قاله الدكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي من أسبوع أو من أسبوعين معنا هنا في البرنامج قال هذا الكلام برضو كانت من ضمن الحملات الموجهة خلال الفترة السابقة على الصفقات الجديدة اللي جابها النادي الأهلي صفقة جديدة النادي الأهلي جابها لعيب مصاب ما عندوش إصابة مزمنة ولا حاجة اللعيب مصاب ولكن هو عاجب الجهاز الفني حجيبه حتى لو مصاب حيتعالج أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر وحيرجع ويبقى زال فل طبيعي جدا وبيحصل في العالم كله اللعيبة كلها بتتصاب طبيعي جدا يعني النهاردة بيرستاو شارك أو بدأ بالمشاركة التدريجية في التدريبات واتطم من الجهاز الطبي على وجود بيرستاو الخبر ده بالنسباني هو خبر مهم جدا ليه؟ استكمالا لراحة اللاعبين محمد شريف راحة ثلاثة يام يستحق هذه الراحة؟ نعم يستحق هذه الراحة زي ما قلت لحضراتكم أنا في أول كلامي لما كنت بتكلم عن استبعاد شريف وأفشة قلت لحضراتكم أن اللعيبة دي أنا زعلان طبعا كمصري أنه يتم استبعاد هداف الدوري وهداف وأفضل لعب في مصر خلال السنة اللي فاتت ولكن في نفس الوقت كأهلاوي أنا بقى مبسوط لأن الرجل حيروح يريح له يومين ثلاثة ياخد مراته وابنه اللي لسه يعني ما الحقش حتى يشوفه ويتفسح معهم يومين ثلاثة ويرجع يكون أكثر تركيزة في التمرين يكون أكثر تركيزة مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة عشان إن شاء الله يرجع ويستفيد منه منتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية فاتخيل حضرتك أن محمد شريف يعني من الأخبار المهمة بالنسبة لي أن محمد شريف خد ثلاثة يام أجازة عشان يستريح ويبتدي يرجع مرة أخرى النهاردة حسين الشحات شارك في التدريبات الجماعية طبعا زي ما حضراتكم عارفين حسين الشحات وطهر محمد طهر وكهربا كان عندهم بعض المشاكل ولكن حسين الشحات أول المصابين اللي راجعين الحقيقة وبعد كده طهر محمد طهر ومحمود كهربا كانوا شاركوا في المران الجماعي قبل ودية الغابة الأخيرة بعد شكوى الثنائي من حالة الإجهاد